ترجمة نانسي قنقر رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفيا بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها مملكة البحرين تطوير العملية التعليمية رائدة التعليم النظامي في الخليج العربي منذ أكثر من مئة عام منارة العلم والثقافة والأدب في المنطقة منذ الأزل ها هي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل ريادتها في تطوير وتعزيز قطاع التربية والتعليم حيث وفرت التعليم الشامل والمنصف ومنحت فرص التعلم مدى الحياة تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عبر المبادرات السامية والرؤى الحكيمة لجلالة العاهل المعظم واهتمام جلالته المطلق بالتعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية البشرية كما كان لمملكة البحرين السبق على صعيد تكنولوجيا التعليم بمنطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي يهدف إلى تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم إلكتروني تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بدورها عملت الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز ودعم قدرات المؤسسات التعليمية الدولية والوطنية وذلك دعما لمشاريع التعليم ودعم الموهوبين كأحد أهم الروافد المانحة للتعليم ولعل من أهم المبادرات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين في مجال دعم التعليم برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية ولم يكن تحدي مواجهة جائحة كورونا سوى قصة نجاح متميزة أخرى لقطاع التعليم من خلال توفير الخدمات التعليمية خلال فترة الجائحة حيث بذلت المملكة جهودا كبيرة لضمان الصدامة الخدمات التعليمية الرقمية وتوفير التعليم عن بعد إلى جانب تقديم الدروس المتلفزة لضمان ديمومة العملية التعليمية وعدم تأثرها بغروف الجائحة مملكة البحرين تبوأت مراكز متقدمة في مؤشرات التعليم عربيا وإقليميا ما أسس لقاعدة قوية لتطوير موارد الدعم للتعليم من خلال إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في دعم التعليم من خلال توفير برامج وبعثات أو من خلال إنشاء المباني التعليمية والمعاهد التي تساهم في رفع مستوى الكفاءة والتعليم في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر